السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر جيمرزون هنا الحمد لله وصلنا الى نهاية الاسبوع واللي متى العادة رح انلخص اخبار الالعاب اللي مرت علينا خلاله في هذا الاسبوع انا شخصيا طرت من الفرح بسبب الاخبار اللي شفناها واللي انه لعبتين من احلى العاب الرعب بتم تأكيد انه في اجزاء جديدة لقيلهم قيد العمل وكمان شفنا ستوديو 343 بغير اسمه بحمسنا لمستقبل جميل مليان بالعاب هيلو بس قم بلش لو سمحتوا يا ريد لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل اشي في عالم الالعاب عموما واكسبوكس خصوصا فخلينا بلش بالخبر الاول واللي هو فعليا يمكن احلى خبر او خبرين يعني هم فعليا اللي شفناهم في الاسبوع الماضي واللي هو انه لعبة Alien Isolation اللعبة الاكثر من رائعة ولعبة Pathologic اللي هي برضو لعبة اكثر من رائعة شفنا الاستوديوهات تبعتها باكدودة انه في اجزاء جديدة لقيلهم قيد العمل طبعا لعبة Alien Isolation هي من استوديو Creative Assembly وهي طبعا الشركة الناشرة ليلها شركة Sega اللي شفناها نزلت في عام 2014 وكانت فعليا وما زالت حتى تعتبر واحدة من احلى العاب الرعب اللي بتعيشنا في دور اماندا ريبلي اللي هي بنتها لإيلن ريبلي اللي هي بطلة سلسلة افلام ايليان واللي منشوف انه مهمتها بتوصلها للمحطة الفضائية هاي اللي باسم سي فاستبول واللي بعدين طبعا لصدمتنا يعني بنشوف انه هاي المحطة تم الاستيلاء عليها من قبل واحد من مخلوقات الزينامورف طبعا لعبة Alien Isolation هي مش لعبة الرعب التقليدية اللي احنا منعرفها لانه اللعبة فعليا ميزت حالها بطريقة يمكن الاول مرة منشوفها في العابنا رح تشوف انه مخلوق الزينامورف ما رح يكون باستناك في مواقع ثابتة زي ما احنا منعرف وتعودنا يعني في العاب الرعب التانية رح تشوف انه مخلوق الزينامورف بيمتلك ذكاء اصطناعي بيخليه انه يتصيدك ويستناك على الغلطة واللي هذا الحكي طبعا بيكون بناءا على تصرفاتك وافعالك فاللعبة كان صراحة فيها نوع من انواع الرعب الديناميكي اللي ما في مجانك انت تتوقع شو العدو وشو المخلوق الزينامورف يعمل واللي هذا الحكي برح يخلي تجربة اللعب فيها تكون على مستويات جدا عالية اسبوع الماضي شفنا ستوديو كرياتيف اسيمبلي بيأكد انه اخيرا من بعد انتظار عشر سنوات انه نشوف جزء ثاني لوحدة من احلى العاب الرعب انه فعلا بيأكد انه هذا الحكي وبيحكي انه انه هو شغال على جزء ثاني من لعبة ايليان ايسوليشن وسهو للأسف نوعا ما حكنا انه يعني ما زال هذا المشروع في المراحل الاولية من حياته يعني ما في نحكي تقدم كتير كبير فيه اللي بيقدر يشاركنا في معلومات وتفاصيل اكثر عنه وللحمد الله شفنا انه الاخبار حلوة ما وقفت فقط على لعبة ايليان ايسوليشن لانه شفنا انه كمان انه لعبة باثولوجيك راح نشوف جزء ثالث لالها او جزء ثاني يعني فعليا ممكن نحكي لهاي اللعبة طبعا لعبة باثولوجيك انا ما راح اقلومك اذا انت ما عرفتها لانه هاي تعتبر من الالعاب اللي يعني المجتمع تبعها جدا صغير وهي تعتبر من العاب الاندي اللي صغيرة البسيطة ممكن نحكيها هاي اللعبة انا شخصيا لعبتها مش متذكر ايساني صراحة بس على ما اذكر لما كانت موجودة في خدمة الاشتراك الجيمباز بكل امان انصدمت من تجربة الرعب اللي فيها هلا انا ما بحكي انه لعبة باثولوجيك هي لعبة رعب بالمعنى الحرفي الرعب اللي فيها هو رعب نفساني اكتر منه ورعب التوتر اللي انت راح تعيشه في لعبة باثولوجيك طبعا لعبة باثولوجيك الجزء الثاني هي فعليا ممكن نحكيها نسخة ريماستر ريميك او جزء ثاني لعبة باثولوجيك اللي هي نزلت في الالفين وخمسة طبعا لعبة باثولوجيك الجزء الثاني شفناها بتضعنا بواحد من الشخصيات الثلاثة اللي كانوا موجودين في الجزء الاول فكرة اللعبة يعني بالنهاية انا بحكي لكم اياها انها يعني فعلا واحدة من الالعاب اللي راح تخليكم دائما متوترين ومش عارفين شو الشغل اللي انتوا بدكم تسووها لانه اللعبة يعني فعليا الوقت بتقدم فيها بشكل اوتوماتيكي فانت فعليا ما بدك تضيع اي ثانية من يومك وتكون عارف شو الاشي اللي بدك تسوي بناءا طبعا على المجموعة من الخيارات اللي راح تكون معروضة لإلك سواء كان في فترة النهار او في فترة الليل اللي بناءا على تصرفاتك وخياراتك وقراراتك راح تشوف انه عالم والمدينة تبعتك او القرية راح تشوفها تتغير في ناس راح يموتوا في ناس راح يعيشوا المدينة راح يكون وباها اكبر او وباها اصغر يعني راح تشوف شغلات متغيرة زي ما حكيت بناءا على قراراتك وبكل امانة على الرغم ان اللعبة تعتبر على مستوى بسيط من اللعب الاندي بس تجربة اللعب اللي فيها كانت جدا جميلة بناءا على هاي الفكرة لانا شخصيا جدا انبسطت عليها والان يعني الحمد لله عم نشوف انه في جزء ثالث لهاي اللعبة ولا اكدونا انه الجزء الثاني منها المفروض انه ينزل في سنة عشرين خمس وعشرين هدول الخبرين بالتأكيد انه في جزء ثالث من لعبة باثالوجيك وجزء ثاني من لعبة ايليان ايسوليشن لحالهم بكل امانة يعني خلوني فعلا انبسط فترة الاسبوع الماضي وان شاء الله بمجرد ما يبينوا اي معلومات عنهم راح اشارككم فيها اول باول بس باتمنى انكم تشاركوني في اخباركم اذا انتم مبسوطين مثلي على تواجد اشجاء جديدة من هدول العاب ولا الموضوع ما بهمكم من الاساس وفي الخبر الثاني شفنا الاستوديو المفضل لان استوديو 343 ابتداء من الاسبوع الماضي صار اسمه الان هيلو ستوديوز او استوديوهات هيلو واللي طبعا متل ما بتعرفوا انه هذا الاستوديو تم انشاء خاص نص من قبل شركة مايكروسوف عشان يستلم مسئولية العاب هيلو من بعد ما طبعا استوديو بانجي خلصت الشراكة ما بينه بين شركة مايكروسوف وقرر انه يستقل بحاله ويشتغل على لعبة دستني للاسف استوديو 343 ممكن نحكي انه المسئولية اللي انرمت عليه طبعا بالحمل الكبير العاب هيلو يمكن هذا الاستوديو ما كان قد هاي المسئولية بشكل او باخر لانه شفنا الاستوديو للاسف مع كل يعني لعبة بنزلها سواء كان من لعبة هيلو دا ماستر تشيف كوليكشن او لعبة هيلو فور او لعبة هيلو فايف جارديانز او حتى اخر اللعبة اللي هي لعبة هيلو انفينت واللي طبعا ما رح ادخل كتير في تفاصيلهم لانه خلاص اللي صار صار يعني والموضوع صار ميتحت الجسر بس موضوع لعبة هيلو انفينت هو يعتبر اجدد مشكلة عاشها استوديو 343 فمشانك استوديو 343 ممكن نحكي انه مرحلته او رحلته في عمل العاب هيلو كانت هي رحلة مليانة بالمطبات واللي من الواضح انه شركة مايكروسوفت قررت انها تعمل مثل الريسيت وانها تقرر انها تغير هذا الاستوديو بالكامل عن طريق انها تغير اسمه تمر الله ان تقول عابل الله عافية طبعا ما تسألوني شو الهدف صراحة من تغيير الاسم لان انا شخصيا مش مقتنع كتير باساس تغيير الاسم تبع استوديو 343 لان انا صراحة تبع اسم 343 احلى من اسم هيلو ستوديوز لانه اصلا 343 هو يعني واحد من الشخصيات الاساسية من العاب هيلو فباستعمال اسم شخصية من شخصيات هيلو وخصوصا هيلو الجزء الاول يعني هذا بحد ذاته انا بعتبره احسن من ان كنت تستعمل اسم هيلو انه يكون هو اسم الاستوديو اللي شغال على لعبة هيلو صراحة يعني الوضع صار يلخم مع الاسماء المتشابهة استوديو هيلو شغال على لعبة هيلو حسبي الله ونعم الوكيم بس ما علينا خلاص القرار صدر وفعلا صار ستوديو 343 الان اسمه استوديو هات هيلو بس فعليا تغيير الاسم هو مش التغيير الوحيد اللي شفناه الاسبوع الماضي لانه شفنا انه استوديو هيلو او 343 سابقا بيأكد انه من يومه طالع رح يستغني عن محركه الخاص اللي كان يعمل العاب هيلو فيه اللي هو باسم سليب سبيس ويستبدله بالمحرك الكبير والعظيم انريل 5 طبعا استوديو هات هيلو اكدتنا انه سبب استغنائهم عن محرك سليب سبيس الخاص فيهم انه مش انه هو محرك عاطل او انه سيء بس بقدر ما انهم كانوا يضيعوا العديد من الوقت على اساس انهم يتعلموا كيف يعملوا هذا المحرك ويعدلوا عليه ويضبطوه عشان يتناسب مع اصدارات هيلو الجديدة واللي اكدونا انه هذا الحقيق كان ياخد حصة كبيرة من وقت التصميم والتطوير لالعاب هيلو فمشانك تحويلهم لمحرك مأسس وثابت ويعني فعليا خلص يعني بسيطر عليه اموره تمام وسهل للواحد انه يتعلموا يعني بتقدر انك انت تجيب اي حدا اي مطور خارجي وتحط انك انت طالب خبرة انريل 5 ورح تلاقي العديد من المطورين اللي تقدموا لطلب التوظيف وبصير مباشرة من اول يوم جاهزين انهم يشتغلوا على لعبة هيلو الجديدة وما رح تضطر انك انت تعمل لهم دورات تدريبية وامور هاي عشان انهم يفهموا امور محرك السلبس بيس ومباشرة يعني بمعرفتهم بمحرك انريل 5 بيقدروا يباشروا بعملهم واللي هذا الحكي من الاكيد انه رح يقلل وقت التصميم والتطوير لالعاب هيلو المستقبلية بالاضافة طبعا انه محرك انريل 5 معروف عنه انه يعتبر واحد من احلى المحركات من ناحية الرسوم والصور واكدوا ان هذا الحكي ببعض المقاطع والكونسبت ارت سيكا اللي هم عاملينها للمناطق والبيئات المختلفة لمشروع اسمه الفامدري واللي هو مثل المشروع الكونسبت الوهمي والتصوري لالعاب هيلو المستقبلية خفنا فيها ظهور لشخصية بطن المفضل ماستر تشيف في صورة الدرع الاساسي من لعبة هيلو وان وكان صراحة المقاطع بتوضح انه راح يكون فعلا رسوم اكثر من رائعة سواء كان بين عكاسات الاضاءة على الدرع او حتى على خوذة ماستر تشيف بالاضافة كان فيه شرح عن مناطق مختلفة راح هم عاملينها ضمن هاي الفامدري واللي شفنا انه وضحونا انه فيه ثلاث مناطق مختلفة اللي هم مناطق ثلجية ومناطق غابات واتجار ومناطق مسيطرة عليها من وباء الفلد يعني هدول المناطق كان بيوضحونا انه محرك انريل 5 قادر على انه يعطينا مناطق مختلفة وبايومز جميلة جدا بالاستغلال الصحيح لكل القدرات القوية تبعته من ناحية الرسوم والصور وكمان استوديوهات هيلو ما كتفوا فقط بالتأكيد انهم راح يستعملوا محرك جديد وانه صار عندهم اسم جديد بينما اكدونا انهم شغالين على العديد من مشاريع هيلو بس للأسف ما دخلوا في تفاصيل ولا واحدة من هدول المشاريع ولانا صراحة بتخيل انه بناءا على الاشعاعات اللي برضو رافقت هاي الاخبار انه كان فين بيوم من الايام لعبة هيلو انفينيتي الجزء الثاني بس استوديو 343 سابقا او استوديوهات هيلو حاليا لغوا العمل عليها بتخيل انه مشروع الجديد او واحد من المشاريع الجديدة اللي هم مشغالين عليها راح يكون هو عمل ريميك للعبة هيلو الجزء الاول كومبات ايفولف واللي انا بتخيله بكل امان انه هاد راح يكون احسن تصرف يعملوا استوديوهات هيلو الجديدة عساس انهم يعملوا فعلا مثل الريسيت والفورمات والديليت اول لكل الشغلات العاطلة والسيئة اللي عملوها بحق واحدة من احلى لعاب الفيرس بيسون شوتر على الاطلاق فمشانك انا بتخيل انه عمل نسخة ريميك للجزء الاول من لعبة هيلو باستعمال محرك انريل 5 راح يكون حركة جدا جميلة وخصوصا اذا استعملوا نفس القصة يعني في حاليا ما في داع انهم غيروا على القصة بالمرة واللي هذا الحكي اذا عملوه باستغلال القدرات الجميلة لمحرك انريل 5 من الاكيد انه راح يمسح كل الاخطاء اللي عملوها ويخلوا الناس ولاعبين الاكس بوكس خصوصا يطلوا على هذا الاستوديو بنظرة جديدة ويعتبروا الاستوديو الكفو اللي هو قادر على انه يحمل مسؤولية العاب هيلو طبعا مثل ما حكيت لغاية اللحظة ما في اي معلومات منقدر نبني عليها انه شو المشاريع الجديدة اللي شغال عليها استوديوهات هيلو بس انا من اغلب الظن مثل ما حكيت بتخيل ان اولهم راح تكون هي نسخة ريميك للجزء الاول وتانيهم راح يكون هو جزء جديد من العاب الاستراتيجية هيلو وورز وممكن حتى نشوف عودة العاب هيلو سبارتان اسولت او سبارتان سترايك واللي هدول اللعبتين صحيح انه ماستر تشيف هو لا يعتبر جزء اساسي فيهم بس يعني مبدئيا كانوا يعطونا قصص جديدة جانبية ثانوية من عالم ولور هيلو بشكل او باخر واللي طبعا بناء على كل هاي الشغلات اللي شاركنا فيها استوديوهات هيلو او 343 سابقا انا كتير متحمس ومبسوط على المستقبل الجميل اللي ان شاء الله رح نشوفه في العاب هيلو وبنتمنى نشوف عودة قوية وظافرة لالها ونشوف لعبة هيلو ترجع الى ذروتها وقمتها ان شاء الله وباك ما نكون وصلنا لنهاية الفيديو وغطينا فيه اكبر الاخبار اللي مرت علينا خلال فترة الاسبوع الماضي وبتمنى لو سمحتوا لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المحتوى نشوفكم ان شاء الله فيديو محتوى تاني بتمنى لكم كل خير والسعادة والسلام عليكم